مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد ودرس اليوم هو عن النيغاتف النيغاتف يعني النفي كثير من الناس لا يعرفوا كيف ينفو الجملة التي يريدون أن ينفوها والنفي يعني أنك بدل ما تقول أنا جائع أنا لست جائع أنا ذهبت إلى بانكوك أنا لم أذهب إلى بانكوك أنا سوف أزور جدي أنا لن أزور جدي أو سوف لن أزور جدي أنا أستطيع أنا لا أستطيع أنا استطعت أنا لم أستطع النفي إذن هو النفي والنفي عادة أو غالبا ما يكون متمحور حول كلمة واحدة وهي كلمة not الnot لا تضيفها في أي مكان تختاره يعني أغلب الناس الخطأ الذي يواجهونه أنهم يعتقدون أن كلمة not يضعونها في أي مكان يعني مثلا اسمع كثير من الناس يقول I know وهنا مربط الفرس هل تعرف أن هذه الجملة ليس لها أي ملامح؟ وفي الغالب الناس لن يفهموك إلا يعني في أوقات أو في مرات حسب الموقف يعني ممكن تمشي معك لكن غالبا لن يفهمك الناس وسأعي شرح لك لماذا النفي يا سيدي قد يكون I am not I do not وهي اختصار أو هي تختصر I don't I did not وتختصر I didn't I cannot I can't I could not I couldn't I will not I want I might not I have not وتختصر إلى I haven't كل واحدة كل جملة من هذه الجمل تختلف على الجملة الأخرى 180 درجة اختلاف كلي فأنت عندما تقول I am not أنت قد تنفي قد تنفي إما تأتي بعدها نعوى اسم أنا لست دكتور مدرس أو تأتي بفعل ولكن ستضيف للفعل I-N-G وهذا ما يسمى present continuous المبارع المستمر أو ستأتي بصفة adjective الـ adjective الصفة مثل طويل قصير أنا لست غني أنا لست قصير أنا لست غني طويل أنا لست مريض صفة إذن تنفي بالـ I am not اسم أو فعل نضاف لو I-N-G reading, cooking, playing أو صفة I don't I don't أنت تنفي عادات يعني I don't drink tea ليس من عادتي أن أشرب الشاي سأعطيك أمثلة حتى تتضح الرؤية I don't drink مثلا tea هذا تعني أنا ليس من عادتي أن أشرب الشاي هنا I am not ليس drink لا لابد أن تضيف I-N-G I am not drinking tea هذا الفرق ما بين هذه الجملة وهذه الجملة أنك تقول أنا لا أشرب الشاي الآن هذه الجملة لأنه يوجد فيها I-N-G فأنت تقول لأحد تنفي شيء يحصل في نفس اللحظة من الكلام at the same time of speaking لكن هنا عندما أقول لك I don't drink tea يعني أنا مش من عادتي أنا لا أحدثك عن اللحظة هذه لا أنا أحدثك عن عادتي ليس من عادتي شرب الشاي أيضا تستطيع أن أقول I am not وتأتي بإسم I am not مثلا a teacher أنا لست مدرس teacher هذه teacher هذا نعون هذا هو الإسم أو تستطيع أن تقول I am not rich أنا لست غني وهذه rich هي الصفة إذن تنفي I am not بالإسم أو الفعل مضاف له I-N-G أو الصفة اتفقنا أما don't فأنت تنفي العادة طيب I didn't اللي I did not أنت تنفي الماضي أنا لم أقابل أنا لم أذهب I didn't I didn't go أنا لم أذهب to مثلا school أنا لا أذهب إلى المدرسة أو إلى الشركة I didn't go to school I cannot أنت تنفي استطاعة ركز معي هل تسمع ماذا أقول تنفي عادة تنفي فعل في الماضي تنفي استطاعة لا أستطيع ليس بمقدوري فتقول I can't أنا لا أستطيع I can't fix أن أصلح my car طيب يا أستاذ لو قلت هذه الجملة مثلا أبدلت بدل ال can't وقلت I don't I مثلا I don't fix my car I don't يعني ليس من عادتي أن أصلح سيارتي طيب لو قلت I didn't لم أصلح سيارتي لو كانت I didn't fix my car أنا لم أصلح سيارتي في الماضي طيب لو كانت I am not fixing وأضفنا ال I N G أنا لا أصلح سيارتي الآن ركز معي ركز معي الذي يقول بعد عن الصبورة أريد أن أشاهد الصبورة كاملة ها هي الصبورة أمامك لكن ركز معي أنا أريدك أن تفهم الفرق أريد مرة أخرى البعض قد يقول I am fixing هذه يقصد بها أنا I am نحن الآن عفوا بنعطيها بالنفي نجعلها بالنفي I am not I am not fixing لابد أن تضيف I N G طيب I don't fix I didn't fix I can't fix ما الفرق بينهم fix يصلح سيارة أو أي شيء I am not fixing أنا لا أصلح الآن I don't fix ليس من عادتي أن أصلح I didn't fix لم أصلح في الماضي أمس قبل أمس قبل شهر I can't fix ليس بمقدوري لا أستطيع بالاستطاعة لذلك ركز وفهم يعني اعرف الفرق ما بين أنت عندما تريد أن تتحدث اللغة الإنجليزية ما الفرق بين I am not I do not I did not I can not ما الفرق بينهم يجب عليك أن تميز أنت لازم أن تعرف يعني لا يخرج الكلام منك أو تقول I not لا ياسيبي هل فهمت عندما أخبرتك أن البعض يقول I not أنت ماذا تنفي مثلا أحدهم يقول I not go مثلا أعطيك مثال أحدهم يقول I not go كثير أسمع هذه العبارة وهي طبعا خاطئة يا سيدي أنت تنفي الآن أنك لست ذهب الآن أو تنفي عادة ليس من عادتك أن تذهب أو تنفي الماضي أو تنفي استطاعة ماذا تنفي يعني أنت جملتك هذه ليس لها أي ملامح ولا أي زمن فلن أقبلها وهي خطأ بكل المقاييس طيب نكمل الموضوع I couldn't I couldn't أنا لم أستطع نفس الكلام تستطيع أن تقول I can't fix أو I couldn't لم أستطع لم أستطع هذه I can't لا أستطيع الآن I couldn't لم أستطع في الماضي ال when بسيطة جدا I will I will fix my car سوف أصلح عفوا نحتاجها بالنفي يعني تدمج وتصبح I want وتستطيع أن تقول I want not لكن المتعودين عليه أن نطقها يشبه ال when يا أستاذ مراد نعم يشبه ال when الذي معناتها يريد كتذكرون كلمة want you read هي نفس النطق وكيف أميز بينها يا أستاذ مراد ال when يأتي بعدها too عادة I want to go I want to play لكن هذه I want لا يأتي بعدها too لا يأتي too I want go يعني سوف لن I want fix سوف لن أصلح مثلا سيارتي I might هذه الاحتمالية I might not fix my car قد لا أصلح سيارتي I might not fix my car I have هذه للتمليك وتقول مثلا I haven't got I haven't got مثلا a car have not دمجة أصبحت haven't I haven't got a car لا يوجد لدي سيارة وأيضا هناك طريقة تستطيع أن تقول I don't have a car يعني هذه صحيحة وهذه صحيحة كلهما صحيحة واحد يقول انتهى الدرس انتهى الدرس ولكن ركز معي أنت تريد أن تقول جملة منفية اعرف نوع الجملة التي تريد أن تقولها هل هي في المضارع المستمر الآن العادات الماضي الاستطاعة في المضارع الاستطاعة في الماضي في المستقبل I might الاحتمالية I might not قد لا أذهب يعني من المحتمل أن لا أذهب I have not تملك I have not a car لا يوجد لدي سيارة اعرف نوع الجملة التي تريد أنتم فيها ولا تضع أي نوت هكذا عمال على بطال أتمنى أن يكون الفيديو فادكم وشارك الفيديو مع غيرك حتى يستفيدوا ولا تنزل أن تضغط زر الإعجاب وأنا أقوم بدم دروس يعني الذي يقول يصد مراد أين مضارع المستمر أين هذه الدروس تجدون في قناة يكتب مضارع المستمر مع مراد الماضي مع مراد المستقبل مع مراد أو تدخل إلى قناتي ويضغط على قوائم التشغيل في الأعلى ستظهر لك جميع الدروس مرتبة ومرقمة مستوى أول من البداية إلى النهاية لكن في الخناة الثانية أنا قمت بدمجة الدروس حتى أوفر عليك عن البحث والتعب أين الدرس الأول للدرس الثاني قمت بدمجهم دروس المحادثة دروس القواعد دروس الأزمنة كل شيء مدمج في فيديوهات طويلة يعني ساعة وساعة ونصف لكن توفر عليك أنا البحث شكرا جزيلا جزيلا حظما مفقا أنسي سون أراكم على خير مع السلامة الله شكرا جزيلا